ما عصف بالعراق من حروب الدم جعله الأكثر خسارة بخيراته وشعبه وتضحيات قدمها جيشه على مر سنين مثقلة بالتدمير للبنى التحتية لكن الغزو الأمريكي عام 2003 والذي أحدث تغييرا في الحياة السياسية العراقية وإن كانت كتبت بأوراق فساد بيد كثير من شخصها إلا أن أمريكا تركت في العراق لغة تأخير البلاد اقتصاديا وسياسيا وإمنية وقد يكون هذا نتاج أي حرب لا تصنع بلغة الورد إلا أن دولتين وضعتا اتفاقية أمنية لتحديد الأحكام والمتطلبات الرئيسة التي تنظم الوجود المؤقت للقوات العسكرية الأمريكية في العراق وأنشطتها فيه وانسحابها منه إذ خرجت الاتفاقية للعلن عام 2008 ومن أهم البنود التي تضمنتها الاتفاقية أن تنسحب جميع قوات الولايات المتحدة من جميع الأراضي العراقية في موعد لا يتعدى الحادي وثلاثين من كانون الأول عام 2011 تعترف الولايات المتحدة بالحق السيادي لحكومة العراق في أن تطلب خروج القوات العسكرية من العراق في أي وقت وتعترف حكومة العراق بالحق السيادي للولايات المتحدة في سحب قواتها في أي وقت يوافق الطرفان على الاستمرار في تعاونهم الوثيق في تعزيز وإدامة المؤسسات العسكرية والأمنية والمؤسسات السياسية والديمقراطية وفق ما قد يتفق الطرفان عليه بالإضافة إلى التعاون في تدريب وتجهيز وتسليح قوات الأمن العراقية من أجل مكافحة الإرهاب المحلي والدولي والجماعات الخارجة عن القانون بناء على طلب من الحكومة العراقية وأكدت الاتفاقية حينها أن السلطات العراقية لها الحق في أن تطلب المساعدة من قوات الولايات المتحدة لغرض توقيف المطلوبين أو إلقاء القبض عليهم وعندما بدأ نفاذ هذا الاتفاق كان يشمل أن تتولى الحكومة العراقية المسؤولية الكاملة عن المنطقة الخضراء كما سمحت الاتفاقية أن تطلب السلطات العراقية من قوات الولايات المتحدة دعما محددا ومؤقتا في المهمة المتعلقة بالأمنة في المنطقة الخضراء وعند تقديم مثل هكذا طلب تقوم السلطات العراقية ذات الصلة بالعمل بصورة مشتركة مع قوات الولايات المتحدة بشأن الأمن في المنطقة الخضراء خلال الفترة الزمنية التي تحددها الحكومة العراقية وحددت الاتفاقية سريان مفعولها لفترة ثلاث سنوات ما لم يتم إنهاء العمل بها من قبل أحد الطرفين قبل انتهاء تلك الفترة عملا بالفقرة الثالثة من مواد الاتفاقية وبحسب الاتفاقية انسحبت القوات الأمريكية من شوارع العراق وتمركزت بعد عام 2011 في قواعدها العسكرية القواعد الأمريكية التي باتت منذ عام 2011 صراع نفوذ سياسي واقتتال أمريكي إيراني وتحقيق لبعض الفصائل الخارجة عن القانون باستخدام ذريعة نبذ التواجد الأجنبي في البلاد بضرب منشآت عراقية واستهداف منظومة الاستقرار الأمني في البلاد وهو ما أفقد السيادة ركزتها الأساسية إلى أنه وبفعل التوتر العميق الذي تولد نتيجة المشهد السياسي المضطرب منذ سنوات عديدة أيقنت الحكومة الحالية برئيسها الرجل المتعدد من حيث حمل عصى محاربة الفساد من جهة والعمل على اتزان المشهد السياسي من جهة أخرى فان الاتفاقية تعود بنودها التي تعزز الشراك بين بغداد وواشنطن اليوم بحوار استراتيجي حوار بات ينظر له العراقيون على أنه الذي ينجي البلاد من مسلسل الميليشيات والخطف والإرهاب ويحيي ما قد احترق من اقتصاد وبنية تحتية وسيادة آمال يعقدها الشرع العراقي على رئيس الوزراء الذي يحاول إحياء النبض العراقي في المحيط العربي والعالمي بعيدا عن أي تدخل في سيادة العراقي وأمنه واقتصاده ترجمة نانسي قنقر